لازم تفرق ما بين حقوق الإنسان عند اليونان وبيزنطيا وحقوق الإنسان عند روما وشمال أوروبا هذه نحن ما حد يقرب عليها هذا في فرق طويل عريض بحقوق الإنسان عرفت كيف الثقافة المشتركة تبناها الاتحاد الأوروبي ومين متبن بناها نيها مر الحزب الشعب تبناها الثقافة المشتركة الثقافة الأساسية الثقافة الرائدة وفضيحة إبيزة لغاية اليون لساتها موجودة بالمحاكم وفضيحة إبيزة لغاية اليون لما حكم الحزب الحرية وحزب الشعب من 2017-2016 بغض النظر عن طريقة سقوطه فعليا هو أقر بعض القوانين من ضمن تخفيض المساعدات بعدد من الولايات وهلي فعليا تتناقض مع الدستور مع القانون الأوروبي وتم إسقاطها مواضيع أخرى كمان وزيرة الشؤول الاجتماعية كمان أقرتها كمان فعليا كل القوانين أو تخصيص المساعدات فقط للمواطنين الأوروبيين أو بالأحرى عفوا منع فيها المواطنين الأوروبيين للي ما له ساكن بالنمسا لمدة خمس سنوة ونشوفها الأوروبيين الشرعيين ما عم نحكي على المهاجرين وفعليا كمان هذا القانون سقط أمام المحكمة يعني يعني اللي احنا بنقوله ألا ترى أنه من المبالغة نحنا نخوف أو مش نخوف يعني مش نحنا عفوا البسط التخبيف من وصول الـ FBO هو فعليا أمام مؤسسة قانون ضخمة ما بيقدر يتخطاها تقولت لك الخطورة مش في القوانين الخطورة في الأفكار في الأفكار في الأيدولوجية يعني ممكن أنا بس ما فيه ننفذها لا 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 نقطة مهمة نقطة مهمة نقطة مهمة نقطة مهمة في ناس متأثرة بفكره بنفذها مثل حركة اليهوية مثلا اللي ممكن يتهم هنا ممكن أنا كون ماشف شارع واحد معتنقها الأفكار هذه الإرهابية تحتلح أحزاب هذه المتطرفة اليمينية نعم اللي إلها مرجعية في كل العالم ويجي والله يوم يدخل عليها في المسجد ويتخني أنا حجيب لك أمثلة أمثلة حية يعني أصدق أنت يا أخي حق موجود لكل العالم نقطة مهمة يعني أصدق أنت تصاعب خطاب الكراهية ممكن يتطور لعمليات مجومية في أدلة على ذلك دعني بس دعني أذكر لك بعض الأدلة من التاريخ الحديث في العام 1999 وتحديدا في 1 مايو من ذلك العام تم ترحيل لاجئ أفريقي من أصل نيجيري يدعى ماركوس وموفونا يبلغ من العمر 25 عاما تم ترحيله قصرا من مطار فيينا إلى العاصمة البلغارية صوفيا على مطن طائرة تتبع شركة بلقان إير وذلك بعدا رفضت سلطات المعنية في النمسا طلب لجوءه وكان يرافق الشاب ثلاثة من عناصر الشرطة لمسوا تنفيذ مهمة الترحيل الذين قاموا بتكميل يديه ورجليه إضافة لتكميم فمه وجوزء من فتحة أنفه اليمنى بشريط لاصق وكذلك صدره ومن ثم تثبيته بمقعد الطائرة الأمر الذي أدى إلى اختناقه ووفاته أثناء تحليق الطائرة حيث وصل إلى بلغاريا جوزء هامد انتهى الاختباس ليش هذا صار معه هيك الزلمة هذا ليش أدانة محكمة في فيينا زعيم الحزب جورج هايدر آنذاك اللي هو السبب كان في مقتل هذا الشاب سبب سواء مباشر أو غير مباشر أدانته الصابج جورج هايدر بسبب تصريحاته التي تذكر فيها بأن النجيري الشاب ماركوس أموفان الذي تسببت وفاته في فضيح عام 1969 كانه تاجر في المخدرات وقالت صحيفة ستاندرد آنذاك أن المحكمة قضت بأن الدعاء هايدر ضد أموفان الذي توفى في الخمس وعشرين عمره غير حقيقي ومشول السمعة ورفع الدعوة أقارب أموفان الذي توفى لأيد أفراد الشرطة النمسوية خلال ترحيله في الأول مايو عام 1990 قال الخبراء آنذاك أن سبب الوفاة كان لاختناق وثار إثر ذلك فضيحة كبيرة ما فيناش ننسى هذا الماضي القريب سليم الوحشية ضد الأفراد ولم يمثل أي شخص حتى الآن أمام محكمة حتى الآن في قضية متصل واقع وبعد بضعة أشهر وفات أموفان قال حايدر لأ لسه شوف إيش كان يكابر يعني مش يقر بذنبه قال كنت أود أن أرى عضوا بالحكومة يثير سؤالا محددا الجرائم نقترفها ما هي الجرائم نقترفها تاج المخدرات يتساءل يعني لازم تذكروننا جرائم نقترفها أموفون الذي مات هناك ضد أطفالنا يعني لسه مصر أنه هو مجرب مع أنه قالت المحكمة في نص حكمها القابل لإسناف أنه لم يظهر من قبل دليل على أن أموفون كان يتاجر في المخدرات وأمرت هايدر بصحب تصريحه عبر الإذاع وبسداد نفقات المحاكمة التي تكبذتها وصدت المفون هذا الحزب اليميني رغم هذا رغم أنه المحكمة مش أنتوا بتقولوا هذه دولة مؤسسات ودستور كان وقتها هذا صيف تسعة وتسعين مشحون للغاية في النمسا كان يسبق انتخابات عامة أجرت في أكتوبر التالي وطيلت صيف ذلك العام عمد زعيم حزب الحرية في مدينة الفيينة هيلمار كاباس إلى نشر إعلانات دعائية انتخابية رغم أنه المحكمة حكمت ببراءة الرجل اللي قتلت الشرطة اللي هي متأثرة بالخطاب هذا اليميني المتطرف الإجرامي الإرهابي